صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا قراران رقم 49.50 لسنة 2016 جاء في القرار الأول رقم 49 لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100% ما يلي المادة الأولى مع مراعاة أحكام الفقرة ألف من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول البرفق بهذا القرار كما نص القرار الثاني رقم 50 لسنة 2016 بشأن السماح لشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 49% على التالي مع مراعاة أحكام الفقرة ألف من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح لشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 49% في الأنشطة التجارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار